موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير أهلا بكم مشاهدين في نشرة أخبار ظهيرة لهذا اليوم من قناة السعودية وبدايتها بالعنوين المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان موسيقى وزارة الخارجية تحذر المواطنين من السفر إلى لبنان والسفارة تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين موسيقى ولليوم الثالث على التوالي اللبنانيون يواصلون مظاهراتهم رغم الاشتباكات العنيفة مع القوى الأمنية موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أكدت المملكة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرصها على التعاؤن مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع خصوصيتها الوطنية جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير ثالث محمد خشعان وأوضح خشعان أن المملكة تشهد تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص مؤكدا أن المملكة تحمي هذه الحقوق وفقا للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة وابان أنه على هذا الأساس تتضافر أنظمتها وقوانينها ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها لتشكل إطارا قانونيا ومؤسسيا يعزز حقوق الإنسان ويحميها صرح مصر مسؤول بوزارة الخارجية أنه نظرا للأوضاع الراهلة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا من المملكة على سلامة مواطنها فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصا على سلامتهم كما تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار هذا وقد أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت اليوم عند الساعة الخامسة فجرا وتوجهت السفارة في بيان لها اليوم بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني معربة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار ضمن برامج الفعاليات السياحية في منطقة حائل تنظم هيئة الطيران المدني ونادي الطيران السعودي فعاليات نادي الطيران السعودي الثاني والمقام على أرض مطار حائل الدولي المزيد في سياق التقرير التالي أقيم في منطقة حائل برنامج فلاي إن وهو رحلة نادي الطيران السعودي للمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرب بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل إضافة إلى الحضور الجماهري من مختلف شرائح المجتمع الحقيقة نشكر الأخوان على هالفعالية وبالشراكة مع هيئة الطيران المدني النادي الطيران السعودي ما قصروا العام الماضي كان لهم فعالية وهذه تعتبر النسخة الثانية بإذن الله ننتظر منهم خلال الفترة القادمة مزيدا ومزيدا من الفعاليات اللي شفناها اليوم الحقيقة شيء جيد وجميل الحضور ما شاء الله تبارك الله كثيف وبها المناسبة نحب أشكر أمير سلطان بن سلمان على دعمه لا محدود الحقيقة لنادي الطيران السعودي ولكثير من فعاليات الطيران فإن شاء الله نتمنى منهم إن شاء الله أنهم دائما يكونوا متواجدين معنا في منطقة حائل ويهدف برنامج فلاي إن إلى إتاحة الفرصة للجمهور للحضور والتعريف بالطائرات والطيران العام وقد شاركت فيه ست طائرات ما بين طائرات رياضية وطائرات خفيفة بالإضافة إلى الطائرات الخاصة طبعا في الرحلات هذه نحرص أن كل الطائرات الجاهزة أنها تشارك معنا في الرحلات المرة هذه فعلا كان عندنا مختلف أنواع الطائرات في الأحجام سواء أو في التصنيف من الطائرات الرياضية الخفيفة إلى الطائرات النفاثة الخاصة شاركنا اليوم في حائل بعدد ست طائرات مختلفة الأنواع والأحجام وأتوقع أن الجمهور والزوار عندما يمروا على الطائرات يتعلموا شيئا مختلفة من طائرة لطائرة ويعتبر هذا البرنامج هو النسخة الثانية أو الرحلة الثانية لنادي الطيران السعودي لمطار منطقة حائل حيث شارك الرجال والنساء والأطفال بالحضور للتعرف على الطيران والطائرات بأنواعها لأخبار السعودية عبدالعزيز غرير حائل رسم مجموعة من الفنانين في محافظة الطائف لوحة جدارية لملوك بلادنا الحبيبة عنوانها الحب والولاء الإبداع والتصميم الفني الرائع كان حاضرا في هذه اللوحة المزيد مع مراسل أخبار السعودية ظافر الخثامي قادة قدموا عطاء واسعدوا شعبا وعملوا على أساس ثابت وراسخ لنهضة هذه البلاد الطاهرة هنا كانت بداية لفكرة رائدة ورائعة تحمل في معانيها رسالة سامية بالولاء والحب والوفاء لقيادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثرأ وصولا إلى عهد سلمان الحزم والعزم بجدارية تؤكد العزة والشموخ لهذا الوطن كانت الفكرة من ضمن التصاميم التي قدمت قبل تقريبا في شهر شعبان من العام الماضي لأمانة الطايف هي مجموعة تصاميم لعدد من فناني وفنانات الطايف تم اختيار تصميمين كانوا ضمن هذا التصميم للأستاذ رايد طبعا عالجوا التصميم رقميا لكي يتوافق مع قصة الليزر على الحديد والعمل نفذ على هذا الجدار في وسط الطايف في منطقة قلب الطايف تقريبا وهي جدارية أنا أعتبرها معلم من معلم الطايف وكان الدورة الجمعية في البداية هو تقديم التصميم وتقديم التصاميم للأمانة تصميم مبدع من خلال رسالة فنية معبرة وإحساس فني ووطني هنا يبقى الوطن بشموخه ورفعته وحب المواطن لقيادته بكل معاني الوفاء كشفت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل عن أن المحاكمة وكتابات العدل نفذت نحو ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف عملية خلال المئة يوم الماضية وقدمت كتابات العدل خدمات توثيق العقارات من إفراغ وغيره إضافة إلى إستار الوكالات الإلكترونية أو التي تستلزم الحضور لمقار التوثيق العدلية بواقع مليون ومئتي ألف عملية توثيق منها مئة وثمانين ألف عملية توثيق للعقارات وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ أشارت الوزارة إلى أن إجمالية العمليات المنفذة من خلالها بلغت نحو خمسمائة ألف عملية خلال الفترة ذاتها منوها بأن التحول الرقمية لمحاكم التنفيذ مكن المستفيدين من الحصول على الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وفي الشان العربي والعالمي واصل اللبنانيون تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي رغم الاشتباكات العنيفة ليلة الماضية مع القوى الأمنية والعسكرية وانتهت تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلا بأعمال شغب وتكسير وتدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المسيلة للدموع ما تسبب بحالات إغماء وحلع وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت سبعين شخصا خلال قيمهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسارقة في وسط العاصمة بيروت وشهدت مدن عدة أبرزها طرابلس شمالا والنبطية جنوبا مظاهرات رافضة للطبقة السياسية الحالية وتصاعدت نقمة الشارع خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك هذا وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف في لبنان على ضبط النفس والامتناع عن أي ممارسات من شأنها أن تسهم في تصعيد التوتر أو العنف وقال المتحدث باسم الأمير العام استيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة تتابع عن كتب تطورات الأوضاع في لبنان بعد أن عمت المظاهرات في العاصمة ومدن أخرى موضحا أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين للتطرق إلى التحديات الملحة التي تواجه لبنان بما فيها الوضع الاقتصادي وفي اليمن وثقت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والحريات وقوع 514 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الارهابية خلال عشرة أيام فقط من الأول من أكتوبر عام 2019 في عدد من المحافظات وأفادت الشبكة في تقرير ميداني أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان وزرع العبوات الناسفة وغيرها من صنوف الانتهاكات وأوضحت الشبكة أن فريقها الميداني رصدا 34 حالة إصابة بينهم أطفال كما وثق الفريق وقوع 187 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في أربع محافظات كما تسببت الميليشيا الارهابية بتضرر أكثر من 100 منشأة حكومية وخاصة ويذكر أن التقرير صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية وخلال أسبوع من المعارك قتل 100 عنصر من ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران بجبهات القتال شمال محافظة حجة وذكرت مصادر عسكرية أن أكثر من 100 عنصر من الانقلابيين بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم خلال الأسبوع المنصر من إيران قوات الجيش اليمني والغارات الجوية المكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية وتكبدت الميليشيا المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحة وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها وفقاً للموقع الذي أشار إلى أن المتمردين دفعوا خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرهم بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية باءت بالفشل دعا الأكراد لولايات المتحدة للضغط على تركيا لالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ يومين وتواصل القوات التركية قصف مدينة رأس العين وترفض فتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين تأمل الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع أنقرة والذي وصفوه بالهش كذلك الوضع في شمال شرق سوريا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ دعا الجانب التركي إلى إظهار الجدية بالالتزامات التي قطعوها بعد تقارير أفادت بمقتل أربعة عشر مدنياً شرق بلدة رأس العين الحدودية وتسعة من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في قصف تركي وقلل من تأثير هذا الانتهاك الفاضح على الاتفاق بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي ماركسبر أن قوات بلاده ستواصل انسحابها بشكل منسق من شمال سوريا في حين أوضح مسؤول كبير في البنتاجون أن الولايات المتحدة ستراقب المنطقة من الجو لتأكد من تأمين السجون التي تضم معتقلين من داعش أوروبياً وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاداً شديداً لحلف الناتو وقال إنه كان عاجزاً على رد إثر الهجوم التركي المجنون في شمال سوريا واعتبر الموقف الغربي خطأاً جسيماً يتطلب مراجعة الطريقة التي يعمل بها حلف شمال الأطسي وقال إن سحب الولايات المتحدة المفاجئ لقواتها أجبر فرنسا على سحب قواتها الخاصة مما جعل الطريقة ممهداً للعدوان التركي وألحق الضرر بمستاقية الغرب وكشف ماكرون عن لقاء سيجمعه مع قادة بريطانيا وألمانيا والرئيس التركي خلال الأسبوع المقبلة في لندن لإعادة أنقرة إلى مواقف أكثر عقلانية إلى ذلك يواصل المئات من اللاجئين غالبيتهم من النساء والأطفال الفرار عبر الحدود العراقية وتفيد تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 300 ألف مدني اضطروا لترك منازلهم منذ شن التركيا عدوانها في التاسع من الشهر الجاري من جهاتها أكدت الأمم المتحدة استمرار فرار مئات الأشخاص بسبب القصف والاشتباكات في شمال سوريا على الحدود مع تركيا رغم وقف الأعمال القتالية وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يينس لاركي أن القصف والاشتباكات حول رأس العين لا يزال مستمرا حتى اليوم على الرغم من إعلان وقف يطلق النار هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية نقلها أربعين طنا من الإمدادات الطبية جوا من دمشق إلى القامشلي وأعرب برنامج الأغذية العالمي من جهته عن قلقه إزاء النزوح الجماعي الناجم عن العنف مبينا أن هناك أكثر من 165 ألف شخص في طريقهم إلى الشمال الشرقي نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الشرطة الكتالونية تعتقل 54 شخصا على صلة بالاحتجاجات العنيفة بشمال شرق إسبانيا أهلا بكم من جديد استشد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال عند نقطة تفتيش في طول كرم شمال الضفة الغربية وزعمت السلطات الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني كان يهاجم خراسا أمنيين حاملا سكينا وقاموا بإطلاق النار عليه من جهتها فدت جمعية الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقبها بالوصول إلى الشاب مسلسل الجرائم الإسرائيلية ترافق مع إغلاق الطرقات الرئيسة بين مدينة إيرام الله ونابلس واقتحامل لبلدة سور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وحملة مداهمات وتفتيش عشوائية بأنحاء متفرقة من الضفة واعتقال عدد من الفلسطينيين لقي اثنان وستون مصليا على الأقل مصرعهم ووصيب العشرات إثر انفجار حدث داخل مسجد أو مسجد صلاة الجمعة في أمس في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان وقال متحدث أمني بأن حصيلة الهجوم على المسجد ارتفعت إلى اثنين وستين قتيلا وثلاثة وثلاثين جريحا وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مصرع ثمانية وعشرين شخصا وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين وندد الطالبان بالهجوم ووصفته بالجريمة الكبرى في نفي على ما يبدو لمسؤوليتها عنه ومواجهة أصابع الاتهام للقوات الحكومية أو تنظيم داعش الإرحابي دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان إلى تجاوز الخلافات السياسية ودعم اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست من أجل هذا الملف ومؤكدا أن الاتفاق الجديد يلبي مطالب النواب بإلغاء آلية التجارة والجمارك وتعويضها بإجراءات جديدة تحترم حدود إيرلندا الشمالية واعتبر جونسون أن التصويت على هذا الاتفاق سيسمح لحكومته بالشروع في مواجهة تحديات الحقيقية المرتبطة ببناء علاقات مستقبلية قوية مع شركاء الأوروبيين وتمكين البلاد من المضي قدما في تحقيق طموحاتها الدولية خارج قيود الاتحاد الأوروبي وعلى صعيد متصل بدأ نواب مجلس العموم مناقشة مسودة الاتفاق الجديد خلال الجلسة التي ستستمر إلى مساء اليوم والتي ستشهد سلسلة من التصويتات على مقترحات تقدم بها عدد من النواب قبل التصويت على الصيغة النهائية للاتفاق أعلنت الشرطة الكتالونية اعتقال 54 شخصا على صلة بالاحتجاجات العنيفة التي وقعت في المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا نتابع تدفق مئة الآلاف من المؤيدين للاستقلال من مختلف أنحاء إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب في اليوم الخامس من الاحتجاجات بعد سجن تسعة قياديين انفصاليين ولوح كثيرون بالأعلام المؤيدة للاستقلال ويتصاعد التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ يوم الاثنين حين قضت المحكمة العليا الإسبانية بسجن تسعة من السياسيين والنشطاء لمدد تصل إلى 13 عاما لدورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عام 2017 وأدى صدور هذه الأحكام إلى تفجر احتجاجات في أنحاء المنطقة وفي بعض الأحيان اشتبك المحتجون مع الشرطة ومضى الزعماء المؤيدون للاستقلال في إجراء استفتاء عام 2017 على الرغم من أن المحاكمة الإسبانية اعتبرته غير قانوني وأعقب ذلك إعلان انفصال الإقليم عن إسبانيا وردت مدريد بفرض سيطرتها على إدارة كتالونيا ومحاكمة المنشقين وأغلقت الطرق الرئيسية في أنحاء كتالونيا يوم الجمعة كما أغلقت شوارع رئيسية في باشلونة أمام حركة المرور تحسبا لخروج مسيرات وقلص معدل رحلات المترو بالمدينة كما أغلقت كاتدرائية العائلة المقدسة سيجرادا فاميليا في باشلونة أمام الزوار واضطر مطر باشلونة الدولي لإلغاء نحو 150 رحلة هذا الأسبوع بعد أن حاصره الآلاف لكن وزارة الأشغال العامة الإسبانية قالت إن معظم أنشطته تسير بصورة طبيعية وقالت شركة بويلينغ الإسبانية للطيران منخفض التكلفة على تويتر إنها ألغت 36 رحلة لها يوم الجمعة بسبب الإضراب دعت واشنطن القوى الكبرى الرئيسة الأخرى في العالم للعمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي دون أن تأتي على ذكر الحرب التجارية الأمريكية الصينية وحملت واشنطن زيادة مدخرات الدول مسؤولية التباطئ العالمي الحالي ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا وفي بيان صدر في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين إن الاقتصاد الأمريكي يتقدم على الساحة الدولية ومن المتوقعي أن يحقق نموا أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب وتتعارض تصريحات مونتشين مع تحذيرات سابقة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع قال فيها إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بحلول منتصف نوفمبر القادم مؤكدا على أن بلاده تعمل مع الصين بشكل جيد وأشار ترامب إلى أن بكين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية تصل قيمتها إلى خمسين مليار دولار سنويا في طار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين وأتاتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت أكد فيه مسؤولون أمريكيون أن المرحلة الثانية من المنفوضات ستبحث مسائل أكثر تعقيدا تتعلق بالتكنولوجيا والخدمات غير المالية أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن الفيضانات الغزيرة غير المسبوقة في محافظة مابان جنوب السودان أثرت على ما يقرب من مئتي ألف مدني وأشارت المفوضية إلى أنها تعمل مع شركائها والسلطات المحلية للإسراع بدعم الطوارئ مؤكدة أن السكان المتضررين في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في الوقت ذاته أعربت العديد من الهيئات الإغاثية عن قلقها من تزايد مخاطر الأمراض وانتشارها مثل الكوليرا التي تم الإعلان عن خلو جنوب السودان منها في العام الماضي إلا أن المخاوف من عودة هذا المرض المميت لا زالت موجودة أعلن الرئيس تشيلي سباستيان بينيرا حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو الليلة الماضية في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء حرائق في العديد من محطات المترو وسط احتجاجات على زيادة أجرة النقل وقال بينيرا بأنه قرر إعلان حالة الطوارئ في مقاطعتين ومنطقتين بالعاصمة سانتياغو بعد الهجمات الخطيرة والمتكررة ضد ميترو سانتياغو والأمن العام للمواطنين وسلامتهم وضد الملكيات الخاصة والعامة وجاءت هذه الخطوة بعد نشر رجال الإطفاء في خمس محطات ميترو على الأقل في العاصمة التي يقطنها أكثر من سبعة ملايين شخص وفقا لوزارة الداخلية رحبت منظمة الصحة العالمية بالإعلان الصادري عن الوكالة الأوروبية للأدوية والتي توصي بمنح الترخيص للتسويق المشروط للقاح ضد فيروس الإيبولا والذي ثبت أنه فعال في حماية السكان ضد الفيروس وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الموافقة المشروطة على لقاح الإيبولا الأول من نوعه في العالم هي انتصار للصحة العامة وتظهر تعاولا غير مسبوق بين عشرات الخبراء العالميين لقي 13 شخصا مصرعهم في انهيار منجم في سيبيريا بحسب ما أعلنت مصادر أنباء روسية نتابع 13 شخصا على الأقل لقوا حدفهم بعد انهيار هذا السد في منجم ذهب في سيبيريا على بعد نحو 160 كم جنوبي مدينة كراسنو ويارسك بحسب وكالات أنباء روسية وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مسؤول محلي أن أمطارا غزيرة تسببت في تأكل السد واندفعت المياه عبره لتجرف عدة غرف كان عمال المنجم يعيشون فيها ويشرح أوليجا متيلينكو نائب رئيس مكتب كراسنو يارسك الإقليمي التابع لوزارة الطوارئ الروسية أسباب الحادث أدى أمر طارئ لتعطل عمل بناء هيدروليكي فدمره بالكامل واندفعت المياه الموجودة بالمشروع والتي وصل ارتفاعها إلى ما بين ثلاثة أمتار ونصف وأربعة أمتار لتجرف منزلين يعيش داخلهما عمال شركة سيسم وقالت وزارة الصحة الروسية إن أربعة عشر مصابا نقلوا إلى المستشفيات ثلاثة منهم أصيبوا بجروح بالغة في المنجم وذكرت لجنة تحقيقات روسية في بيان أنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن انتهاك قواعد السلامة في منجم الذهب حيث قالت السلطات المحلية إن السد المنهار غير مسجل في الجهات الرسمية نشرة الانتهت هذا تذكير بالعنوي المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحباية حقوق الإنسان وزارة الخارجية تحذر المواطنين من السفر إلى لبنان والسفارة تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين ولليوم الثالث على التوالي لبنانيون يواصلون مظاهراتهم رغم الاشتباكات العنيفة مع القوى الأمنية مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة